استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار العدواني للسرائيلية على قطع غزة لليوم 114 على التواري وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني أن طائرات الاحتلالي الحربية قصفت منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد سمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات إضافة لآخرين تحت الأنقاض وإضافة المصادر أن شهيدا وأربعة جرحة وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبية في مدينة خان يونس إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب القطاع وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء والجرحة منذ باد العدواني على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26 ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين ألفا وسبعة وثمانين جريحة